من يسأل يقول إذا كان الشخص لديه أعمال أو عفوا لديه شكوك شركية هل هذه الأعمال والعبادات التي يعبد الله عز وجل فيها يعني تتأثر وتبطل علي بارك الله فيك أولا لابد أن نعلم يا إخواني و يا أخواتي أن الشيطان عدو لنا والذي أخبرنا بذلك من الذي خلق الشيطان و خلق الإنسان هو الله جل وعلا قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدو و قال جل وعلا أفتت تخذونه و ذريته أولياء من دوني و هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ولذلك الشيطان عدو للإنسان ثانيا الشيطان توعد منذ الأزل بأنه سيغوي بني آدم توعد قال ولأغوينهم أجمعين ولذلك ذكر الله عز وجل في آيات كثيرة كيف أن الشيطان يأتي ابن آدم فمنها يأتيه بالتزيين و إذ زين لهم الشيطان أعماله يأتيهم بالوسوسة فوسوس لهم الشيطان فوسوس إليهم الشيطان منها أنه أحيانا يقسم لهم كما أقسم لآدم و حوة و قاسمهما إني لكم لمن الناصحين أيضا يدلي بغرور فدلاهما بغرور أيضا البث الوهن و الضعف في نفوس الناس أيضا التقنيط هذه وسائل كثيرة و طرق عديدة ذكرها الله عز وجل عن الشيطان يستخدمها ضد بني آدم واضح؟ المسألة الثالثة الشيطان إذا رأى في الإنسان إيمان و نشاط و قوة في الطاعة و العبادة أتاه مثل ما ذكرت قبل قليل في جوابي على الأخت أم يوسف فإذا شاف الإنسان يترقى في الطاعة و في العبادة و يتقرب إلى الله عز وجل يأتي منها يأتيه لأن الشيطان ماذا يفعل بالبيوت بالقلوب الخريبة الشيطان يأتي إلى القلوب العامرة و لذلك كما قال ابن مسعود لما قيل بأن الجنس الفلاني من غير المسلمين لا يوسوسون في صلاتهم قال ماذا يفعل الشيطان بالبيوت الخريبة القلوب الخريبة و شفعل فيها يأتي إلى القلوب العامرة ليخربها و لذلك تجد سبحان الله أغلب الوسواس هذا وين يأتي عند الصالحين عند أهل الطاعة و العبادة فيستغربون يقولون كيف يعني يأتينا و نحن الحمد لله نذكر الله و كذا و كذا معتقدين بأنهم سيسلمون من الشيطان ما سلم هذا الصحابة رضي الله عنهم و لذلك الصحابة رضي الله عنهم جاءهم الشيطان فألقى في قلوبهم مثل هذه الشكوك فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله والله إن أحدنا لا يتمنى أن يتردى من جبل يعني يرمي نفسه من جبل على أن لا يفكر في هذا الأمر ما استطاعوا حتى يخبرون النبي عليه الصلاة و السلم بهذا الأمر قالوا يعني يتمنى لو نسقط من جبل على أن لا نتكلم في هذا الأمر فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لهم فهم عليه الصلاة والسلام ما يريدون قوله فماذا قال عليه الصلاة والسلام قال أوجدتم ذلك قالوا نعم يا رسول قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس لماذا لأن القلب لفض هذا الوسوس مثل علي الآن القلب لفض النفس ما قبلت هذه الوسوس رفضتها و انزعجت المشكلة وين لما يطمئن الإنسان إلى هذه الوسوس الشركية و لما يسترسل معها و يتتبع تفاصيلها هذه المشكلة هذا دلال على أن قلبه مريض أما القلب الذي يرفض هذه الوسوس القلب الذي ينزعج من هذه الوسوس هذا قلب عامر بالإيمان بإذن الله و لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاك محظو الإيمان ذاك محظو الإيمان و جاء في رفض ذاك الصريح صريح الإيمان ثم قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوس طيب و لذلك يا علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه الشكوك هذه وساوس و خواطر و واردات لا تؤثر على العمل الصالح متى تؤثر على العمل الصالح إذا تكلم الإنسان بها أو عمل بمقتضاها إذا تكلم الإنسان بهذه الوسوس أو عمل بمقتضاها بطل عمل أما أنه يرفض هذه وينزعج ويستعيد بالله تعالى منها ما تضره شيء طيب ما هو العمل الذي يقوم به الإنسان الذي تسلط عليه الشيطان بهذه الوساوس وأرسل هذه الجنود من الوساوس هم جنود ضعفة ينهزمون أمام قول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الله العظيم هذه الجملة المليئة بالتوحيد والتعلق بالله عز وجل تفتت هؤلاء الشياطين فلذلك يقول جل وعلا الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قل جل وعلا وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله فأول خطوة يقول الإنسان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خطوة ثانية أن يدفل عن يساره هذا وإن ورد في الصلاة وإن ورد في الصلاة إلا أن كثير من أهل العلم قالوا أيضا خارج الصلاة لأن في الصلاة مثل هذا النفث أشد يعني هو أصلا الصلاة فيها شغل ولذلك رخص النبي عليه الصلاة والسلام أن ينفث المصلي في الصلاة مع أنه في شغل وذلك لوجود مثل هذا الطارئ وهذه الحالة له في الصلاة في خارج الصلاة أولى المسألة الثالثة يقول آمنت بالله ويستقيم يعني يذهب إلى صلاة يذهب إلى قراءة القرآن يذهب إلى شغله يذهب إلى عمله الأمر الرابع يقرأ قوله الله أحد يقرأ قول الله عز وجل قوله الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد المسألة الأخيرة ما يعطي هذا الوسواس اهتمام وإنما ينصرف عنه وينشغل عنه ويلهو عنه يلهو عنه وهذا كله سيجعل الشيطان ينهزم ويندحر ويولي لا يلوي على شيء بإذن الله بارك الله فيك يا علي موسيقى